اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبتيجي هنا على اساس ان انت بتنزل اي برنامج انت عايزه اهم حاجة في الموضوع ان انت لما بتيجي تنزل اي برنامج بيجي ينزل لك الدونلود مانجر لادوبي نفسه طبعا الدونلود مانجر بتيجي تعمله برضو سين ان وبعد كده بتبدأ تشتغل عليه وتشوف انت عايز تنزل ايه بالزبط والحاجات دي كلها فيه نقطة مهمة جدا عايزين اتكلم فيها وعايزين كل واحد ايه خد بالو منها لما تيجي تعمل دونلود لاي برنامج بيخليك تختار اللغة خد بالك ان انت بتختار اللغة دي مرة واحدة بس بعد كده مش هتعرف ان انت تختارها مرة تانية اهم حاجة في الموضوع برضو ان انت لما تيجي تختار اللغة اختار انجليش داعم للغة العربية لانا طبعا كان فيه انجليش انترنشل فيه مش اعرف ايه الوقت بقى فيه انجليش داعم للغة العربية فاخد بالك ان انت كد تختار النقطة دي بالزبط ده اول نقطة التانية تبعا لما كنا بتنزل فوتوشوب او بتنزل اللوستوريهر او بتنزل دريميةووفر الكلام دا كله اي برنامج يعني كنا بريج كان بينزل معه البرج الوقت يبقى برنامج لوحده خالص يعني انت هتنازل فوتوشوب عايز تشغل بريج او عايز تشوف مني بريج مفيش لغاية ما تيجي تنزل فوتوشوب بريج قصدي وبعد كده تستطب وبعد كده هتلاقي بريج عندك اشتغل تمام كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله على اساس ان احنا هنبدأ التأثيرات الجديدة طبعا لفوتوشوب وطبعا فوتوشوب عامل زي تأثيرات ما بين الفوتوغرافور حتطلهم حاجات والدزاينر حتطلهم حاجات وطبعا شغلة 3D حتطلهم حاجات بس هنبص على كل حاجة ويلا بينا توكلنا على الله طبعا في البداية هنا الصورة دي للاخت كيارا وجيدن اولادي طبعا عايزين نبص على Camera Raw Filter طبعا Camera Raw بتبقى من البرامج دايما اللي كانت بتيجي مع فوتوشوب طبعا في ناس كتير او فتحت الكاميرا رو في ناس طبعا ما فتحتش كاميرا رو طبعا اللي اشتغل عليها كنا طبعا بنفتح كاميرا رو على اساس ان احنا بنبدأ نشتغل عليه وبعد كده نقول له open في فوتوشوب او طبعا لو انت عايز تعمل لها اي اي تعديل في كاميرا رو كنت طبعا بتقفل فوتوشوب وتفتحها في كاميرا رو وهكذا وبعد كده تفتحها في فوتوشوب طبعا الوقت يبقى فيلتر جوه فوتوشوب كاميرا رو بقت فيلتر جوه فوتوشوب والاحلى من كده كمان طبعا عندي لير واحدة يلا لايخسارها بس طبعا انت لو عندك كزا لير حتى لو لير بمسك ممكن تاخد اللير دي وتاخدها هي لوحدها بس الكاميرا رو عايزين نروح على كاميرا رو ونشوف التأثيرات الجديدة اللي اتعاملت في فوتوشوب هاجي هناو على الفوتوشوب وهاجي رايت كليك وهقول convert to smart object على اساس ان بعد كده ممكن نزود مكتر الموضوع دوا هاروح على فلتر وبعد كده على كاميرا رو طبعا اول ما هيجي يفتح معي كاميرا رو اول تأثير عايزين نبص عليه spot removal طبعا spot removal كان هو موجود وطبعا هنا انت ممكن تكبر وتصغر او بالبراكت بتاعك الكلام ده كله وطبعا من هنا اهو احنا ممكن كنا بنعمل كليك كاية على اساس ان انت بتشوف اللي انت عايزه بالزبط لالوقت ممكن تعمل كليك كاية وبتسحب على اساس ان ان انت بتشوف الجزئية اللي انت عايزها طبعا هنا بيقولك انا اخدت المعلومات من الجزئية دي طبعا انت من هنا ممكن لو انت شاف جزئية تانية احسن منها شوية ممكن تبدأ تغير الجزئية دي وطبعا هنا برضو عايز اخد الجزئية دي كمان طيب تمام كده يبقى انا طبعا كده ايه عملت الجزئية دي وطبعا من هنا ممكن اكتف الجزئية دي تاني لا انا عايز الجزئية دي كانت احسن الكلام ده كله هنا هو برضو visualize spots طبعا لو جيت عملت كليكاية على checkbox طبعا بياخدك للمود black and white على اساس ان انت برضو ممكن فيه صور مثلا الصورة دي مش صعب قوي بس فيه صور تانية بتبقى اصعب على اساس ان انا اركز في النقطة المعينة وهنا لو لاحزنا هنا هو لقيت نفسي انا فعلا كنت ناسي نقطة عنها لو شلت هنا هو ال checkbox بتاعتي انا مش شايفها بس انا لو حطيت ال checkbox يبقى انا كده طيب تمام انا شفت الجزئية دي طبعا انا هشيل الجزئية دي برضو يبقى انا كده خلاص خلصت ال image بتاعتي هجا اقول اوكي على اساس الصورة بتاعتي بقت احسن ده اول تأثير بصينا عليه في camera row طبعا camera row فيها كذا تأثير جديد هنروح على filter تاني وهنروح على camera row وبعد كده هنيجي هنا هنروح على اخر واحدة radial filter طبعا من هنا هو احنا بنيجي نعمل على اساس انت عايز تعمل زي effect الجزئية او عايز يعني تخلي light في جزئية او تضلم جزئية الكلام ده كله طبعا هنا هو انا بعمل الدايرة بتاعتي تمام وبعد كده ممكن اصغر او اكبر الجزئية دي كده وفي نفس الوقت انا ممكن اخد دي على اساس اشوف انا عايز احطها فين وفي نفس الوقت كل حاجة live معاك يعني الجزئية اللي انت بتبص عليها هي الجزئية اللي انت شغال فيها طبعا لو انت عامل صورة في الضلمة ممكن تشوف انت عملت ايه هاجه اوقف الجزئية دي كده هون وطبعا هنا هو انت عندك ال option كامل زي camera row طبعا الاشتغل على camera row مش هنتكلم في الموضوع ده هون طبعا هنا عندك feather بتاعها اللي هو طبعا الفيت بتاعها والكلام ده كله وهنا لو انت عايز الجزئية دي outside ولا inside على اساس انت بتبص فين ال light والكلام ده كله انا هطلع فوق على اساس ان انا عايز اخد بس ال light سنة تحت على اساس انه ما يبنش قوي بس في نفس الوقت انا واخد الجزئية دي كده تمام وهاجي اقول اوكي على اساس يبقى انا كده عملت ال image بتاعتي وفي نفس الوقت انا هنا الجزئية دي smart object يبقى انا ممكن ان انا اخد الجزئية دي تاني اشيل الفلتر بتاعي الكلام ده كله عايزين نربص على جزئية تانية camera row طبعا هنا هوق camera row لو رحنا ممكن ان انت الصورة دي عايز تكبرها شوية عايز تجيب ال effect قدام شوية ورها شوية الكلام ده كله طبعا ممكن نستعمل crop على اساس انت بتكبر الصورة وبتصغر او منستعمل الفلتر بتاعنا برضو هنروح على filter وهنروح على camera row وبعد كده اللهم صلى على النبي على lens creation lens creation وبعد كده manual طبعا من ان هو بيجي لك effect بتاعك طبعا هنا ممكن تقول automatic على اساس انت كل حاجة بتجي لك automatic يعني من غير ما تلعب في اي حاجة لو انت عايز تبص على الشكل الاخير لو ال result بتاعك عجبك يبقى تمام طبعا هنا بيحط لك level 1 على اساس ان انت بتبدأ تلعب فيه وفي نفس الوقت انت عندك الامكانية ان انت تبدأ تلعب في vertical والhorizontal والكلام ده كله هنا بيدي لك horizontal بتاعه وانت بعد كده بتبدأ تلعب فيه لو انت عايز horizontal اكتر او vertical اكتر الكلام ده كله قصدي هنا vertical طبعا هنا بيجي لك vertical والhorizontal على اساس ان انت برضو بتشوف الامج دي كده تمام الامج دي كده تمام انا ببص على الشكل اللي رايحني وبعد كده بقول بعد كده اوكي طبعا كده دي تأثيرات حلوة من photoshop وطبعا نسيت هنعمل اعملها smart object فطبعا هنقول control z تاني لانه طبعا مش عايزة بوز الصورة وعايزة بص على تأثير جديد جاي في فيلتر جاي في الفلتر بتاع شاربينج تأثير جامد جدا طبعا مين فينا كتير جدا بناخد صورة وساعة الصورة دي بتبقى جاية مهزوزة ويقول لك اه الصورة دي فعلا جميلة فانا مش هلعب فيها وفعلا انا الصورة دي كانت فعلا حلوة وبس طبعا العينين كنت ممكن اعدلها بس عشان فيها شوية هزة صغيرة انا قلت لا خلاص فطبعا هنهاجي هنا اهو اعمل right click واروح على convert smart object واروح على filter وبعد كده هروح على شاربينج وبعد كده اول واحدة check reduction هعمل click gaya طبعا من هنا اهو اول ما هتبتدي الفلتر هو الواحده وبيفتح وبيبدأ يشوف الجزئية اللي فيها الهزة الكتير وبعد كده بيبدأ يشوف لك الجزئية دي طبعا انت لو مش شايف الجزئية اللي شغالة دي كده هو طبعا بتفتح ال advance بتاعك ممكن تفتح ال advance وتقف ال advance تمام طبعا هنا انا شايفها تمام بس انا عايز بس اناقص دي شوية يبقى انا هكبر دي شوية كده هو تمام كده على اساس ان هو ياخد اكبر كمية اهو طبعا هنا هو انا مش عايز ديب انا هشيل دي خالص وهاخد دي التاني طبعا انت ممكن تعمل اكتر من واحدة اكيد طبعا وطبعا هنا هو طبعا من هنا هو انت بتبدأ تبص على الصورة ايوة انا شايفها كويس ولا لا طبعا هنا انت عندك هنا ال option انت ممكن تزود ال blur بتاعها او تناقص ال blur بتاعها على اساس انت بتشوف ايه كويس ايه الوحش الكلام ده كله طبعا هنا ال details لو انت مش شايف الجزئية دي كويس او انت عايز تكبر جزئية معينة طبعا بتاخد الجزئية دي كده برا اه انا هوقف دي مثلا وهاخد الجزئية دي كده برا وببدأ من انه هو على اساس ان انا بشوف ايه ال details بتاعتي ايه اللي معموله تشيك بالزبط الكلام ده كله وبعد كده لما عايز اراجع جزئية دي بعمل على ال x بتاعتي ويبقى احنا كده بصينا على جزئية كويسة لل filters والكلام ده كله هقول اوكي وهسيب دي كده ها ويبقى كده احنا خلصنا للphotographer وهنيجي نبص على جزئية تانية طيب تمام احنا الوقتي عايزين نبص على الاشكال الجديدة والتأثيرات الجديدة اللي Photoshop CC ميديها للدزاينر انا لو رحت الوقتي على الاساس ان عايز اعمل rounded rectangle shape هاجي هنا اعمل كليكاية وهاجي ااخد ال shape بتاعي طبعا هنا كان ال shape كان بيظهر لنا ازاي طبعا لو انتم مفاكرين هنا rounded rectangle بتاعدنا الحاجات دي كلها لو انا عايز ازودها اولا اقصها كنت بعمل ايه كنت بعمل ctrl z وباجي هنا على radius بعد كده باخد دي خالص بشيل الرقم وبعد كده بحط رقم جديد وببدأ ارسل من اول وجديد ولو ما عجبنيش يبقى انا بعمل الموضوع ده ctrl z مرتين ثلاثة على اساس ان كل حاجة تبقى تمام طبعا اول ما بتيجي تعمل shape بتاعك بتلاقي هنا properties بتاعتنا طلعت البنال بتاعتنا طلعت وهي دي الجزئية اللي احنا عايزين نتكلم عليها طبعا هنا عندك الاربع اجزاء وفي نفس الوقت عندك امكانية ان انت تاخد الاربع مع بعض تشتغل على الاربع مع بعض لو انا جيت هنا هو وعملت الround corner بتاعتي على اساس ان انا بزود طيب تمام ما فيه ممكن اكتر لا كده خلاص طبعا ممكن اطلعها تاني طيب انا هدخلهم جوه كلهم وعايز اشيل دي بقى عايز ان انا مسلا هاخد دي كده وعايز ااخد دي مثلا كده لا عايز اطلعها مثلا برا يبقى انا عملت شكل جديد ما كنتش فعلا بعرف اعمله في فوتوشوب قبل كده بصينا على حاجات جديدة فعلا حلوة طبعا هنا انا عايز ابص برضو على مثال تاني لو انا قلت الوقتي delete جيت هنا هو وجيت هنا قلت delete وهكده روحت تاني هنا هو واخدت جزئية دي كده وطبعا بالalt روح هنا هو دي بالalt على اساس ان انا اخدها shift alt shift تمام كده طيب انا كده عندي اربع اا اه تلات اشكال هاخد مثلا الشكلين اللي فوق على اساس ان انا ببدأ انا عايز احرك فيهم طبعا هنا ممكن انا قرأ كل جزئية طبعا زي ما اكتو شايفين اللي اتنين شغالين مع بعض طيب ماشي انا خدت دي واخدت مثلا دي واخدت مثلا دي على اساس ان هي دي بس الجزئية الوحيدة اللي انا عايز اشتغل عليها طيب ماشي افرد انا مثلا نسيت واحدة او منستش واحدة عملت بتاعي طبعا انا هاجي هنا اهو انا واقف عليهم او طبعا انا موقفتش عليهم هعمل كليكا على واحدة او على الاتنين هاجي اعمل كوبي للجزئية البيكسل اللي هي طبعا كان بيكسل بالزبط وهاجي اف هنا اهو هاشيل كده واقول كنترول في واعمل انتر او هعمل كليكا هنا يبقى انا كده الشكل بتاع اتاخد بالزبط للتلاتة عايزين برضو نشوف اخر مثال لنا لو عملت كده دليت تاني وجيت هنا او عملت طبعا عملت شيب جديد وبعد كده قلت كنترول جي على اساس ان انا من هنا او لو بصينا انا عملت لير جديدة هقفل دي واخد دي تاني واخد طبعا ال black arrow بتاعتي وهاجي انزل دي تحت شوية طب افرد الوقت اتبع احنا الوقت عندنا اتنين لير افرد الوقت احنا عندنا كزا لير هنبص على المسال داوا بس خلينا نبص على المسال دا الاول طبعا احنا افرد الوقت ان انا عندك خزا لير انا عايز اركز في امج واحدة بس طبعا هاجي هنا او اعمل عليها انا الوقت بقيت في isolated mode لو لاحست هنا احنا ما عدلناش هنا او الا اللير بتاعتنا بس انا ممكن من هنا او ان انا ابدأ اشتغل على اللير بتاعتي عايز اغير حاجة اتكلم دا كله غيرت اللون بتاعي تمام عايز احط بوردر عايز احط مش عارف ايه الكلام دا كله وبعد كده خالص باجي هنا او على اللير بتاعتي لو بصينا هنا هنلاقي فيه مربع احمر هاجي انزل كده هو على اساس ان انا افتح اللير بتاعتي كلها عايزين نبص على الجزئية دي بس بطريقة اكبر شوية اللي هي isolated mode isolated layer لو جينا هنا هوا احنا طبعا عندنا ويبسايت كاملة جميل ان الويبسايت بتاعت دي لو جينا بصينا طبعا عندي هنا فيه كام فولدر وفيه وفيه كام layer على اساس طبعا انت بتعمل الدزاين بتاعك وفي نفس الوقت بتشوف اللير والكلام دا كله طيب انا عايز اركز في جزئية واحدة بس انا عايز اركز مثلا انا خلصت النف بار بتاعتي وخلصت جزئي دي عايز اركز ان انا اعمل اللهم صلى على البي السلايت شو بتاعي طبعا هفتح السلايت شو على اساس ان انا مش عايز اللير دي كلها انا عايز السلايت شو بس عايز اشوف الامج بتاعتي شكلها عامل ازاي هاخد مثلا الامج دي وهاخد الامج دي بالكنترول طبعا وبعد كده هاجي انزل تحت هاخد الامج دي كمان وهاجي هنا هو على select وهنزل على isolated layer طبعا من هنا هو لو بصينا وركزنا هنلاقي نفسنا هنا هو معنا التلاتة layer بتاعتنا بس طبعا انا ممكن اجي هنا هو طبعا هي دي layer الاوانية طيب تمامي انا كده شلت دي وهاجي اقف هنا هو على اساس ان انا بس ايه عايز احرك دي كده شوية طبعا لازم اقف بالmove tool وطبعا ايه باجي بحرك دي كده شوية طيب تمام بحرك الامج بتاعتي طبعا انا كده زبطت الشكل بتاعي خلاص يبقى انا كده تمام او عايز ادي لنفس الامج مثلا adjustment layer هم هم التلاتة مع بعض وبعد كده لما بخلص خالص بقوم رايح بشيل ال isolated mode بتاعتي وبعد كده يبقى الموضوع انتهى عايزين نبص بقى على جزئية فعلا يعني جميلة جدا للديزاينرز وبالذات طبعا للويب ديزاينرز طبعا لو جيت هنا ها وهاجي اشيل الاتنين دول هقول delete وهاجي مثلا انا لو الوقتي لو رحنا بصينا تاني على الكود طبعا الكود فيه طبعا الوقتي في copy css لو انا رحت شفت الكود بتاعي طبعا هنا ها انا عامل زي body ما عملتش اللي هو ديف وجواه head one ده طبعا كلاس بتاعه background وجيت هنا هو عملت style للديف بس اللي هو طبعا اديته عرضه فونته الكلام ده كله وروحنا بصينا على الكود هنلا في بس ايه arabic html طيب تمام انا لو رحت الوقتي على photoshop وروحت اخدت مسلا الشكل بتاعي ده احنا ممكن تختار اي شكل مش لازم الشكل ده او مش لازم layer دي بس بس احنا بنقول كمثال وهاخدي مسلا كده ها طيب تمام انا عايز اديها بوردر هكبر البوردر بتاعي عايز اكبر البوردر بتاعي شوية او اقول لك بلاش بوردر خالص تعالوا نشوفها بشكل تاني على اساس ان احنا نخلص كل حاجة مرة واحدة هعمل كده double click على اساس ان انا هفتح layer السعال بتاعتي وهاجي على stroke هاخد اللون مسلا هخلي مسلا لون فاتح كده بس في نفس الوقتي يبان طبعا كده تمام بس طبعا عايزين نزود الجزء ادي شوية لا مش كتير او كده طيب كده تمام وجيت هنا ها اخدت دي inside جميل وبعد كده رحت على drop shadow بتاعي هاجي هنا ها وهاجي اسحب دي كده شوية تحت طيب انا عملت الشكل دا واخدت الفيت بتاعي الopacity بتاعتي خليتها تحت شوية وعملت اوكي طيب هو ده الشكل اللي انا عايز اوصله هاجي على ال layer بتاعتي ها اكتفها وهاجي هنا ها هعمل copy css وطبعا خد بالك من الجزئية دي طبعا هنا rectangle rounded rectangle الكلام ده كله لو انا رحت هنا ها وروحت على الجزئية دي وروحت هنا ها وعملت طبعا انتر هلاقي طبعا هنا جاي اللي كل ال css بس جاي اللي rounded rectangle طيب انا عايز بس ازبط الجزئ دي وهاروح هنا على photoshop تاني وهاجي هنا ها اعمل double click واقول هنا انا عايزها background طبعا نفس ال class اللي انا كنت مديه للجزئية لل div بتاعي وهاجي هنا ها التاني right click copy css وجيت هنا ها واقول طبعا ctrl v بس تعالوا كده نبص على الكود بتاعنا شكله اعمل ازاي طبعا في حاجات متبهدلة وفي حاجات احنا مش عايزينها خالص لو هاجي هنا ها اعمل برضو tab وباجي هنا ها type solid ماشي تمام تمام position الكلام ده كله انا مش عايزه لانه طبعا هنا انا عمل margin بتاعها والكلام ده كله وال top وال height الجزئ دي مش عايزها طبعا z index ممكن اكون اعايزها وهقول هنا طبعا لا position مش عايزه absolute وهاجي هنا ها اقول ctrl s وهاجي طبعا هنا ها اخدت بالك برضو من ال background color لا ال box shadow هنبص عليها الوقتي هنيجي هنا ها على ال browser بتاعنا وهنعمل refresh اخدت الشكل بتاعي زي ما انا كنت رسمه في photoshop طبعا في حاجات او في حاجات لا بس طبعا الشادو بتاعي موش جاي بالزبط عايزين برضو طبعا ها ما بدك لكش الكود بالزبط بس اهو احنا منحاول ان احنا نزبط الكود هاجي هنا اقول rgba مسلا وهاجي هنا ها واقول كوما هخليها مثلا ايه 05 اللي هو ازيره 5 على اساس ان انا هيبقى نص الاسود مثلا وهاجي هنا هو الاقيها طبعا بالزبط يبقى انا كده جبت ال background بتاعي جبت ال border بتاعي والكلام ده كله طبعا حتى لو في حاجات غلط بس بدأت لو انا لو انا مثلا فوتوشوب بس وعايز اذاكر او ابدأ اتعلم html و css بدأت ان انا فعلا ممكن اعمل ال html بتاعي بصت عليه بعد كده css اه طبعا ايه اللي ممكن تشال ايه اللي ممكن تحط انا ممكن ازود هنا ايه الكلام ده كله فوتوشوب برضو بدأ يساعدك والحاجات دي كلها طبعا يبقى احنا كده بصنا على designers عايزين بس نبص على حاجة صغيرة كمان لل 3d طيب تمام احنا الوقت عايزين نبص على التحديثات الجديدة اللي موجودة في فوتوشوب cc لل 3d بس قبل ما نبص على التحديثات عايزين نبص على شوية حاجات اول حاجة لازم تتأكد ان انت مسطب الفيديو كارت بتاعك او عامله ال update اللازم ده اول حاجة ثانيا انا عايزين نبص برضو على الرماد بتاعتنا لو جينا هنا هو وقلنا على ctrl k وروحنا على performance طبعا هنا الرماد بتاعتنا open gl تمام طبعا هنا في انا عندي حاجة هنقول عليها الوقتي طبعا هنا انا واخدين فوتوشوب واخد ال 60% تمام لو انت عايز تزود اي حاجة دي حاجة براحتك لو انت عندك درايفر تاني ممكن تاخد الدرايفر ده معاه على اساس ان انت بتشتغل على اثنين درايفر اه وفي نفس الوقت بتطلع الدرايفر بتاعك ده بفوق يعني انا هاجي هنا هو بتعمل click a عليه طبعا بالسهم ممكن تنازل ده او تطلع ده بس لو بصينا الوقتي على ال 3d هتلاقيه هو واخد ال اه الرماد اللي واحده الوقتي اه طبعا هنا انا عندي open gl طبعا مست بي اه اه انا ابل طبعا لان انا لسه عمل ال windows جديد فا اه ال service pack 1 لسه متحطش عليه فطبعا الجوزاي دي مهمة جدا لفوتوشوب ولازم انت برضو تحط اه اه النقطة دي يعني في اعتبارك طبعا احنا هنقول هنا اوكي واروح على الشيب بتاعتي وهاجي ارسم كده هقول بالشفت على اساس ان انا ارسم اه لمبة كده شكلها حلو طبعا انا بزبط كل حاجة هسيب طبعا هي ماخدتش اللون او اخدت اللون لانا مش عايز اللون خالص وهاجي هنا هو اروح على البنال بتاعتي واقول ان انا عايز ال 3d بتاعتي وطبعا هنا هو السورس بتاعي وورك باث لان انا طبعا شغال على باث وهاجي هنا هو اقول له create طبعا من النقطة المهمة جدا في فوتوشوب سي سي الجديدة ان كل حاجة بقت لايف طبعا كل حاجة كانت معانا لايف في CS6 بس طبعا كان ممكن نستنى ثانية او اثنين طبعا هنا كل حاجة بقت قدامنا لايف ومفيش اي مشاكل خالص طبعا هنا او انا هوقف كده واروح على ال environment بتاعتي لا طبعا هروح على ال shape sorry وهنروح هنا على اساس ان انا اخد ال shape دون على اساس ان هو ياخد الدايرة بتاعتي كاملة طبعا من هنا او اخد الشكل بس طبعا مش هو الشكل فاحنا عايزين نبدأ نصغر الجزئيهран DI طبعا هنا انا هيجي نا هو اجيب بس دي كده في النص وهاجي طبعا على المربع صغير ده اصغر دي كده شويه وهانيجي عايزين نجيب دي كده برضه على اساس ان احنا ناخد المربع بتاعنا ده برضه ونصغر ال جزئيه دي كده وهاجي هناف على اساس ان انا عايزين نصغرها من هنا شويه عايزين نعملها cherry led وكده أنا معتقد كده بقت لمبة جميلة جدا طيب تمام إحنا الوقت لو بدأنا نشتغل على اللمبة دي أو الشاب اللي قدامنا دون طبعا من هنا هو إحنا الوقت بقى عندنا اتنين لايتس عايزين نحط في اعتبرنا طبعا الانفينياتو في لايت بتاعنا اللي هو اللايت العادي اللي هو الشادو بتاعنا اللي احنا بتبص عليه وفي نفس الوقت لو رحنا على انفيرومنت طبعا هنا بدأ يبقى عندك لايتس على أساس ان انت ممكن تبص على الشكل بتاعك عامل ازاي ممكن تحط اللايتس في جزئية معينة عايز تنور جزئية معينة تعمل لايت لجزئية معينة الكلام دا كله طبعا هنا في جزئية تانية ان الـ color picker للـ 3D اتغيرت بقى عندك كذا لون ممكن تختار منه لو انا عملتك الكاية على اي color picker طبعا بيجي لك هنا الالوان انا لو رحت وقفت على اي لون طبعا بيجي لك اللون اللي انت اخترته في نفس الوقت بيجي لك زي اختيارات للـ color picker اللي هو الافضل طبعا انت ممكن بتقول اوكي او بتغير اللون بتاعك انا هقول cancel ودي طبعا في اي color picker موجودة في الـ 3D بتاعتنا تمام كده لو رحنا على الـ shape وروحنا اللهم صلى على النبي عايزين نروح فين تاني طبعا هنا طبعا زي ما احنا عارفين كل حاجة باقت قدامنا live ومفيش اي حاجة خالص يعني مفيش اي انتظار ثانية او ثانيتين طبعا كل حاجة بالنسبالك كده تمام هرجع الجزئي دي هقول control Z عشان مش عايزها تتلخبط وهاجه هناو عايزين نبص برضو على جزئية الـ copy paste للـ object طبعا الجزئي دي فيه ليها اختيرين فعايزين نعرف ايه الاختيار ده والاختيار دوا بس قبل ما نبص على الاختيار دوا عايزين نعمل عايزين نلون الجزئي اللي تحت لو جيت هنا طبعا بالـ brush البروش الوقت احنا ممكن نستعملها في 3D طبعا كان الجزئية الوحيدة اللي احنا ممكن نستعملها الـ move tool انا هاجي هناو وهاخد اللون بتاعي هغمقه كده شوية وكده تمام على معتقد وهاجي هناو على اساس ان انا اخد الجزئية اللي تحت جدي وهاجي هناو تمام وهاجي هناو اخد الجزئية اللي تحت كمان وهروح تاني على الـ move tool بتاعتي وهاجي هناو اعمل كريكاية ولما نيجي نشوف هنلاقي طبعا في حتة طبعا احنا نستعملها طبعا احنا كنا وقفين لو رحنا على البروش تاني طبعا انت عندك البروش 3D وهنا طبعا احنا وقفين على التكشور بتاعنا هنيجي هنا وهنيجي ناخد دي نعدل دي كده شوية تمام كده وهاخد دي على اساس ان انا عايز اجيبها كده شوية وعايزين نرجعها برضو السنة كده صغيرة تمام كده وعايزين نبص على الـ copy بتاعتنا هقفل بس اللير دي لانا طبعا فيه اللير كتير احنا مش عايزين نشوفها وهاجي طبعا انا اكتف اللير بتاعتي وهروح هناو هتيجي هناو هتلاقي عندك duplicate object وهنا instance object عايزين نبص على الفرق بينهم لو جيت على duplicate object وهاجي هنا ها اعمل عليها كلكاية واعمل كلكاية هنا ها وهاخد اللير بتاعت دي كده ها تمام بس هغير طبعا البوزيشن بتاعها كده شوية هنيجي هنا ها نغير بس البوزيشن بتاعنا شوية كده ها وهاجي على اول لير تاني هقول برضو هروح على الـ shape بتاعتي واقول instance object المرة دي وهاخدها كده برضو هعمل كلكاية هنا وهاخدها كده على اساس ان انا يعني عملت copy paste للجزئية دي وهاجي بس ان انا عايز اوضح الجزئية البيضة اللي احنا لسه ملون نهاش تمام كده ها وهاجي هنا ها لو انت لاحظت هنا ها هعمل كلكاية تاني وهاخد الجزئية دي كده شوية على اساس ان هنا فيه ابيض وهنا فيه ابيض طبعا لسه الحتة دي ملون نهاش وطبعا هنا فيه طبعا الجزئية دي ابيض هاخد الـ brush بتاعتي التاني هروح على الـ brush وطبعا هو هو نفس اللون وهاجي اللون الجزئية دي اللي تحته طبعا أخدت بالك أنه هو الانستانس object بدأ طبعا انت ممكن بتشتغل على اثنين ما بتشتغلش على واحد بس بس هنا هو الـ duplicate layer دي بتبقى layer لوحدها خالص فطبعا دي الجزئية دي انت ممكن لو انت عايز تشتغل على كذا object ممكن تشوف انت عايز تعمل duplicate ولا عايز تعمل انستانس object يبقى دي الجزئية دي برضو احنا بصينا عليها وعلى ما اعتقد احنا بصينا برضو على كمية كبيرة من التأثيرات للفوتوشوب cc واشوفكم المرة الجاية يلا سلام يا عرب